صحائف العقيدة السليمة وصلنا إلى الصحيفة الثالثة والتي عنوانها قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الحلقة الماضية تقدم الجزء الأول من أجزاء هذه الصحيفة وهذا هو الجزء الثاني من صحيفتنا الثالثة قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وقيمومتها هي أوضح شؤون إمامتها أتحدث عن قيمومتها على الدين وعلى أهل الدين قيمومتها هي من أوضح شؤون إمامتها ولذا فإن حديثي في الحلقة الماضية كان يدور في أجوائي وأفنيتي إمامة فاطمة سلطت الضوء على سورة الفاتحة وإنما اخترتها لأنها تمثل خلاصة مركزة لكل القرآن ووقفت عند مركزها عند محورها الصراط المستقيم وكان الحديث عن الاستقامة إنها استقامة المؤمنين التي تعني التمسك بالأئمة الأربعة عشر وقرأت عليكم ما قرأت من آيات الكتاب الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إنها الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة فصلت وبنفس هذا التعبير في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأحقاف لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية إنما أشرت إلى ما أشرت إليه كي يتواصل حديثي من حيث انتهيت إذن سلت الضوء على سورة الفاتحة وتحديدا فيما يرتبط بموضوع الاستقامة الاستقامة التي تتفرع على الهداية إلى الصراط المستقيم كل هذا تقدم في هذه الحلقة سأنتقل بكم من السورة التي هي أول سورة في القرآن وهي خلاصة مضمون القرآن على قصرها وقلة ألفاظها في هذه الحلقة سأذهب بكم إلى أطول سورة في القرآن إنها سورة البقرة وحيث جاء في آياتها ما يرتبط بموضوع الإمامة أتحدث عن الإمامة في جذرها في أصلها هناك مثال واضح في سورة البقرة عن الإمامة إنها إمامة الخليل إبراهيم في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم هنا مفعول به وإذ ابتلى إبراهيم ربه وربه هنا هو الفاعل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم هن قال إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين أنا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية من أولها إلى آخرها وإنما أخذتها مثالا على أصل الإمامة كي أدخل من خلالها إلى المطلب الذي أريد بيانه في هذه الحلقة إذن هناك كلمات وهذه الكلمات هي التي ترتبت عليها إمامة إبراهيم قطعا ليس المراد من الكلمات ألفاظا بما هي ألفاظ وإنما المراد حقائق هذه الحقائق تنبئ عنها كلمات هذه الحقائق تنبئ عنها عنوين هناك عنوين هناك رموس هناك إشارات تنبئ عن عظيم الحقائق التي على أساسها جعل الله إبراهيم إماما بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن هذه الكلمات هي في أصلها كلمات أبينا آدم في نفس سورة البقرة في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة في سياق قصة نزول أبينا آدم وأمنا حواء إلى الأرض إنها الآية السابعة والثلاثون بعد البسملة من سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وكلمات أبينا آدم معروفة عندنا يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين هذه التعابير رموز وإشارات تنبئ عن عظيم الحقائق التي تعانق عقل وقلب أبينا آدم معها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم هذه الكلمات التي كانت أساسا لمنزلة أبينا آدم ولأجلها سجد الملائكة كلهم أجمعون سجدوا جميعا ولأجلها صار آدم في المنزلة التي صار فيها هذه الحقائق هذه المضامين وهي في الحقيقة العقيدة السليمة بالنسبة لهم بالنسبة لأبينا آدم بالنسبة للخليل إبراهيم هي العقيدة السليمة بالنسبة إليها هذه الكلمات هي هي التي تتحدث عنها الآية الرابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه هنا في إمامة إبراهيم إتمام لتلك الكلمات هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الرواية تبدأ صفحة ثلاثمية وخمسة وثلاثين رقم الحديث أربعة وثمانين النص الذي أريد قراءته عليكم صفحة ثلاثمية وستة وثلاثين بعد ذكر السنة عن المفضل ابن عمر عن الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله عليهما قال سألته من الذي يقول المفضل ابن عمر يسأل الإمام الصادق قال سألته عن قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هذه الكلمات قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم فقلت له يا ابن رسول الله فما يعني عز وجل بقوله فأتم هن ماذا تقول الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم هن فقلت له يا ابن رسول الله فما يعني عز وجل بقوله فأتم هن قال يعني فأتم هن إلى القائم فأتم هن إلى القائم إثنى عشر إماما تسعة من ولد الحسين إلى آخر الرواية الذي يظهر لنا وبشكل واضح وصريح من خلال التدقيق في الآية ومن خلال التدقيق في الأحاديث الشريفة وما هذا الحديث إلا مثال إلا أنموذج فهناك الكثير من الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع ترتبط بهذه الآية بشكل خاص أو أنها ترتبط بموضوع الإمامة الذي تحدثت عنه آية إمامة إبراهيم من كل ذلك ينتج عندنا من أن الملاكة الذي تأسست عليه وتفرعت منه إمامة إبراهيم هذه الكلمات هذا واضح وواضح جدا فأتم هن إلى القائم هذا لا يعني أن أبانا آدم لم يكن عارفا بأسمائهم فإن الله قد علم آدم الأسماء كلها القضية ليست بحدود الألفاظ القضية بحدود إدراك مستوى من مستويات الحقائق والمعارف وحينما أتحدث عن إدراك الأنبياء فإن إدراك الأنبياء له خصوصية هناك نوع تواصل يكون عندهم مع الحقائق التي يدركونها بنحو يتناسب مع ذواتهم ومع مقاماتهم القضية تتجاوز مجرد انطباع صور لمعلومات في الأذهان هناك ما هو الأبعد والأعمق وإلا فإن أبانا آدم كان ملما بالأسماء وملما بتفاصيل ما يرتبط بتلك الأسماء فإن الله علم آدم الأسماء كلها وبعد ذلك سجدت الملائكة لأبينا آدم هذه القضية واضحة صريحة بينة في آيات الكتاب وفي أحاديث العترة الطاهرة القضية ليست في الألفاظ القضية في ما وراء هذه الألفاظ هذه الألفاظ وهذه الأسماء إشارات ورموز تشير إلى حقائق وبالنسبة للأنبياء فإنهم يتواصلون مع تلك الحقائق بمستوى آخر من الإدراك والبصيرة لا أتحدث عن قضية تعلم وتعليم من انتقال معلومة مجردة كي تتحول إلى إشارات ذهنية ترسم لنا صورة معلومة تناسب ما نحن عليه من الإدراك ومن التعليم والتعلم القضية أعمق من ذلك نحن نتحدث عن أنبياء علمهم يتفرع عن مجال الإسم الأعظم ولذا الروايات حين تحدثنا عن الأنبياء تخبرنا من أن النبي الفلاني لديه حرفان من حروف الإسم الأعظم ونبي آخر لديه أربعة حروف من حروف الإسم الأعظم وهكذا فالقضية تتجاوز ما نعرفه عن العلم بالنسبة لنا من أن العلم هو انطباع صورة المعلومة صور المعلومات في أذهاننا في مخيلتنا العلمية القضية تتجاوز هذه المعاني على أي حال فملاك إمامة إبراهيم الخليل هذه الكلمات الآية واضحة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه فحينما تمت هذه الكلمات تحققت إمامة إبراهيم في نفسه لابد أن نلاحظ أمورا الأمر الأول إمامة إبراهيم إمامة عارضة بالقياس إلى إمامة محمد وآل محمد فإبراهيم ما كان إماما وإنما صار إماما بعد أن تحقق ملاك إمامته ملاك إمامته هو أن تمت الحقائق عنده وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه لذا نحن عندنا في الروايات الشريفة عنهم صلوات الله عليهم من من أن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما فالقضية تدريجية ولذا قلت من أن إمامة إبراهيم كإمامة سائر الأنبياء إنها إمامة عارضة حينما يتحقق الملاك في ذواتهم تتحقق إمامتهم الأمر في محمد وآل محمد مختلف جدا إمامتهم ذاتية إمامة إبراهيم ملاكها ولاء محمد وآل محمد أما محمد وآل محمد فليس هناك من ملاك عارض هم بما هم أئمة من البداية إلى النهاية إن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة المشيئة الحقيقة المحمدية مر الكلام في هذا لما تجلت هذه المشيئة في أسمائها العظمى في محمد وآل محمد في عالمنا الأرض تجلت تجلت بنفس المستوى الذي تجل الله فيها تجلت فيهم بنفس المستوى فلم يكن الأمر تدريجيا وإنما وإنما كان تجليا واحدا كان دفعة واحدة وهذا ما يظهر من آية التطهير إذا دققنا النظر في آية التطهير التي تحدثنا عن روح إمامتهم روح الإمامة هو العصمة وأنا أتحدث هنا عن عصمة محمد وآل محمد التي تختلف اختلافا كبيرا عن عصمة سائر الأنبياء الأنبياء معصومون لكن عصمتهم مراتب درجات كل بحسبه فإبراهيم حينما كان نبيا كانت العصمة تتناسب مع نبوته فحينما صار رسولا سترتقي عصمته وحينما صار خليلا وحينما صار إماما سترتقي عصمته لأن الكلمات حينما تمت صار إماما ففي المراتب السابقة كان معصوما لكن العصمة تكون في كل مرتبة بحسبها لأن العصمة تتفرع عن العلم وعلم إبراهيم في حال نبوته غير علمه في حال رسالته وهكذا غير علمه في حال إمامته فباختلاف مراتب العلم تختلف مراتب العصمة هذا ما يرتبط بالأنبياء أما محمد وآل محمد لأن عصمتهم ولأن علمهم ولأن كمالهم هو في تجل واحد اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله أجمل الجمال إنه تجل واحد فليس هناك من تدرج العمر مختلف جدا وليس هناك من ملاك لإمامتهم إمامتهم ذاتية هم أئمة بما هم هم المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة مفاتيح الجنان بين يدي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة ليس هناك من تدرج وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنواره فإمامتهم وعصمتهم وطهارتهم هي في تجل واحد وحتى هذا التفريق هو لأجل التوضيح إمامتهم هي عصمتهم هي طهارتهم وهذا التفريق كما قلت لكم قبل قليل للتوضيح هناك تجل واحد بتعبير تقريبي دفعة واحدة بينما في الأنبياء وإبراهيم جاء جاء هنا في سورة البقرة جاء مثالا يقرب لنا الفكرة عن الإمامة وعن حصولها للأنبياء فهي فهي تأتي بنحو تدريجي ولها ملاك وهذا الملاك محمد وآل محمد والقضية أيضا في النبوة النبوة كذلك ما من نبي نبئ إلا وقد نبئ بنبوة محمد وولاية علي والأئمة هذه المضامين من بديهيات ثقافتنا في أحاديث العترة الطاهرة هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 196 الحديث الرابع وهذا الباب عنوانه باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة الحديث الرابع عن جابر إنه جابر الجعفي عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه قال سمعته يقول جابر يحدثنا عن إمامنا الباقر ماذا يقول إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعدد بأصابعه اتخذه عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما فكأن الإمام كان يعدد بأصابعه فلما تم الكلام قبض يده فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده الإمام قال له يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما بعد أن جمعت له هذه العناوين بعد أن تمت له الكلمات قال له يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فمن عظمها في عين إبراهيم من عظم الإمامة في عينه فهي رتبة أعلى من العبودية التي كان عليها من النبوة من الرسالة من الخلة فمن عظمها في عين إبراهيم قال يا ربي ومن ذريتي هل ينالون هذه المرتبة قال لا ينال عهدي الظالمين واضح من هذه الرواية وغيرها فإن إبراهيم نال الإمامة بالتدرج ومن خلال كل المعطيات المتقدمة فإن ملاك إمامة إبراهيم المراد من الملاك الأساس الأصل الجوهر فإن ملاك إمامة إبراهيم عقيدته السليمة بحسبه معرفته السليمة بحسبه وهو الذي سيأتي ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم ومر الحديث عن هذا والقلب السليم هو القلب الذي يشتمل على المعرفة السليمة يشتمل على العقيدة السليمة محمد وآل محمد فاطمة مر ذكرها في أن أبانا آدم توسل باسمها الشريف وهذه الكلمات كلمات أبينا آدم انتقلت إلى إبراهيم وأتم الله له تلك الكلمات إلى القائم ففاطمة جزء من ملاك إمامة إبراهيم فكيف تكون جزء من ملاك إمامته وهي ليست إماما فاقد الشيء لا يعطيه القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجدل إبراهيم اتخذه الله إماما وملاك إمامته محمد وآل محمد والحديث هنا عن محمد وآل محمد عن الأربعة عشر فإن أبانا آدم توسل بفاطمة صلوات الله عليها توسل بمحمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين هذه كلمات أبينا آدم كلمات إبراهيم هي كلمات أبينا آدم وأتمها الله إلى القائم ففاطمة هي جزء من ملاك إمامة إبراهيم قطعا لا أتحدث عن فاطمة بذاتها أتحدث عن فيض فاطمة فالكلمات التي تمت على إبراهيم هي من آثار ومن ألطاف ومن فيوضات محمد وآل محمد على إبراهيم فإبراهيم من شعتهم وعلى أي حال القضية واضحة فاطمة جزء واضح من ملاك إمامة إبراهيم فكيف تكون وهي ليست إماما فاقد الشيء لا يعطيه القضية واضحة وبينة جدا ومع ذلك فإنني جئت بهذا الموضوع وسيلة إضاحا كي أذهب إلى سورة الأحزاب وإنما أذهب إلى سورة الأحزاب لخصوصية هذه السورة لأنها تشتمل على أهم آية ترتبط بإمامة فاطمة بشكل خاص وبإمامة محمد وآل محمد بشكل عام إنها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنها آية التطهير نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر